وللحديث عن أزمة تهجير سكان قرى ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين والأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها معنا من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي عبر سكاي مرحبا بك بداية الأستاذ حسين يعني بعد وفاة رضيع من قرى مكحول المهجرين ما هو المبرر للقرار الحكومي بتهجيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على استضافة تحية للرافدين وجمهورية الكريم الحقيقة هناك تخبط واضح في سلسلة الأوامل القيادية على مستوى العسكري وعلى وزارة الدفاع والعلاقة بينها وبين وزارة الداخلية والمغاوير والحجر الشعبي في تلك المنطقة التي تشهد هجمات لتنظيم داعش بين الفترة والأخرى بكل وضوح التنظيم لم يهاجم هذه القرية ولم تنطق منها أي عمليات أمنية لكن القرار ذرائعي بانتياز النواء عبد المحسن الذي قاد عملية صلاح الدين عبد المحسن حاتم هو الذي أعطى القرار بصورة فردية ربما هو تكتيك عسكري أنا لست خبر عسكري لكن أنظر الأمر من نظار حقوقي أن القرار حسب ما فهمنا من الاتصالات مع بعض المؤسسات العسكرية ومع بعض مواب صلاح الدين نهايك عن الجهات الإدارية المسؤولة في ناحية مدحول أو في محافظ صلاح الدين أكدت أن القرار لم يزر من رئاسة الوزراء ليس من قاد العسكري قوات المسلحة وليس من وزارة الدفاع وإنما تخذ القرار بصورة فردية من فريق عبد المحسن حاتم وتم تنفيذ القرار من اللواء 90 الموجود في تلك المنطقة هذا القرار ألقى بظلاله على العوائل نتكلم عن أكثر من 500 عائلة الإشكالية أن هذا القرار ولد إشكالية مع وزارة الهجرة والمهجرين العاجزة أو بتخاضل عن أداء مهامها بحجة أن الوزيرة الآن تخلت عن مهام الوزارة وهؤلاء المهجرون ولا نقول نازحين لأن هذا القرار حكومي رسمي مهجر بشكل واضح يدامون في العراء بخيم بسيطة جدا ليست هناك مساعدات إلا مساعدات بسيطة تشكر عليها منظمة الهلال الأفضل التراثيئة التي وصلت إلى العائلة لماذا لم توفر الحكومة منازل بديلة؟ هناك برد قارس وهناك حالة وفاة وربما هناك حالات وفاة سوف تكون في المستقبل يعني مهما كان المبرر الموقف الحكومي لماذا لم توفر منازل بديلة في هذه الظروف القاسية؟ نحن وجهنا هذا السؤال لعدد من الإجابة الرسمية وكان عدم الإجابة أو النفي أو التخبط حتى في مسألة معرفة القرار أو الجهة التي مسؤولة عن تحمل تبعات هذا القرار العسكري كان يفترض على الأقل إن كان هناك ضرورة أمنية فعلية أن يبادر إلى نقل هؤلاء إلى مركز الناحية هناك مساكين تؤجر لهم أو تبنى لهم على الأقل لو افترضنا تلك المخيمات لا تكون في منطقة العراء ولا تكون في منطقة بعيدة وشحيحة على المساعدات ما يؤكد على أن هذا القرار مسبق هو هناك مضايقات نقلناها من شهادات لبعض السكان الذين هجروا من تلك المنطقة أكدت أن القوات الأمنية كانت تضايق على المنطقة قبل أسابيع من قرار الإخلاق بمنع الأعلاف عن المواشي منع دخول الوقود إلى محطات المياه هذه المنطقة على أطراف الناحية هي أشبه بالمنطقة البدوية الريفية وبالتالي ليست هناك إيصالات للمياه الشرب إلا منطريق محطات خاصة تعمل بالوقود حتى هذا الوقود منع قبل أسابيع أو قللة في هذا المنطقة أن هناك نية مسبقة لعملية الإخلاق وليست قرار فردي من هذا الشخص برغم أن الموقف الرسمي يشير إلى أن هذا الشخص قاد عملية صلاح الدين هو اتخذ القرار ورئيسة هناك قرار من بغداد هذا المسألة يذكرنا بسلسلة من القرارات العفوية الارتجالية سواء للقوات الحكومية أو قوات الحج الشعبي سواء في محافظة لنبار هناك قرية الرمانة على الحدود العراقية السورية مهجرون أهلا منذ ثلاثة أو أربع سنوات هناك منطقة مجمع الفوسفات الكيميائي في القائم أيضا هجر الأهالي والعوائل والمنازل التي تحيط بهذا المجمع لماذا برأيك وضعت الحكومة جدولا زمنيا لإعادة المهجرين إلى قراهم يوم التاسع عشر من شباط في حين انتهى الموعد ولم يتم إعادتهم إلى مناطقهم في حقيقة الأمر ليست هناك جهة رسمية تكلمت إنما هذا القرار قيل رؤية عن النائب مشعان الجبوري أن الحكومة قررت هذا القرار ليس هناك قرار رسمي صدر من جهة معنية تؤكد قرار إعادة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم كل ما قيل تسريبات عن طريق الاتصالات الهاتفية والحقيقة الواقع مزري يدعو إلى أن يتدخل رئيس الوزراء المسألة ليست عائلتين أو ثلاثة وإنما تتكلم عن حين سمية عائلة هذه المسألة ألقت بظلاله على 380 طالب وطالبة من أبناء وبنات هذه العائلات ممنوعين من الجراسة هناك إشكالية من مسألة الأغذية الأطفال هذا الطفل الذي توفيه هو حديث الولادة قبل عشرة أيام من قرار الإخلاء فهناك إشكالية حقيقية ينبغي على أولا محافظ صراح الدين أن يتدخل على رئيس البرلمان على قادة المكون السني من الساعة الذين يدلون الأرض على شهادات الشهود العيان من المهجرين من قرى مكحول وبناء على ما تفضلتم به من أن هذه العمليات مخطط لها مسبقا يعني ما هي مخاوفكم في هذا الإطار وخاصة أن هذا التهجير هو ليس بأمر قضائي وليس بغطاء قانوني يعني الواقع الآن حتى هذه اللحظة بعد تقريبا أكثر من عشرة أيام من قرار الإخلاء الواقع مأساوي طبعا أولا هو انتهاك لحقوق الإنسان لأن هذه المسألة تتم بصورة غير منهجية ولا منطقية ولا مخططة أن تدفع مئات العائلات نحو العراب بخيم دون توفير مأوه هذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان سواء قامت به الحكومة أو وزار الدفاع أو قيادة الحملية الصراحة الدين المسألة الثانية الشهادات التي تصل من هذه العائلات سواء بالاتصالات الهاتفية أو بعض من استطاع الوصول في الأيام القليل الماضية طبعا خلال آخر ثلاثة أيام منعت القوات الأمنية أي جهة إعلامية من الوصول لذلك المخيم ومنعت الكاميرات يبدو أن الموضوع قابل للإطالة والمساءل عن إعادة هؤلاء لم تنجز أو هناك سلسلة قرارات ينبغي أن تتبع حتى تصل إلى مسألة عودة هؤلاء الوضع الصحي الوضع الطبي الوضع المعاشي الإغاثي نحن قلنا فقط منظمة الهلال أحمد العراق الوحيدة التي استطاعت الوصول إلى هؤلاء الواقع ملساوي وللأسف محافظ صلاح الدين ليس له موقف حقيقي حتى هذه اللحظة ولا قادة المكون السنة الذي يفترض أنهم مسؤولون عن هذه الجهة ناهيك عن رئاسة الوزراء التي نفض يدها من كثير من الملطات أخيرا سادة سين ما هي فرص تدويل قضية المهجرين طبعا هذا الموضوع قديم جديد يعاد بين فترة وأخرى موضوع التدويل نحن قلنا في أكثر من لقاء أكثر من حادثة مماثلة كما أسلفت موضوع التهجير حدث في جرفة الصخار في محافظ صلاح الدين في أطراف الأنبار في نينوى في البعاج هذه المواضيع تكررت أكثر من مرة على مدى الأربع أو خمس سنوات الماضية رغم أنه التهجير مجرم في القانون العراقي والدستور والأمم التحدة تتابع هذا الأمر عبر ممثلتها في العراق لكن الكل يبدو كما تشير كل الشهادات إلى أن هناك تواصل دولي على مسألة عدم الاهتمام بالواقع الإنساني في العراق لا يتم الحديث الآن عن أي انتهاكات تجرى وبالتالي عملية تدويل قضية المهجرين تحتاج إلى جود كبير جدا من الداخل ومن القارج بتكثيف الفضح هذه الممارسات والانتهاكات ونعتقد أن وسائل التواصل لها قدرة على إجبار الحكومة على تنفيذ بعض الخطوات والتراجع عن بعض القرارات أما الجهد الأقليمي أو الدولي فأعتقد أنه بعيد كل بعد عن مسألة التأثير على الواقع العراقي بالنظر إلى التواطئ الدولي لتكتيم ومنع أي واقع الإنساني مريض في العراق أن ينطل إلى الخارج بشكل صحيح من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دالي شكرا جزيلا لكم